قيم رمضان بين العبادة والمتاجرة تابعونا في برنامج نيران صديق واحدة من الأولى علامات الانحطاط الحضاري هو تدنيس المقدس عندما يتحول الشيء الروحي والديني إلى شيء الدنيوي سواء في حالة كرنفالية أو في المتاجرة بهذا المقدس للحصول على سلطة هذا ما حدث لرمضان في رأيي من خلال السنوات الماضية المتابعة كمية الإعلانات التجارية والمسلسلات تحول شهر رمضان إلى شيء أشبه بالكريسمس وليس تقليلا من قيمة الكريسمس الروحية أو من ميلاد المسيح الروحي لكن في نهاية الأمر نحن نقول بعدم الهيمنة الأوروبية والغربية ونقاومها ولكننا نستنسخ كل ما هو أوروبي وغربي فتحول رمضان إلى حالة كرنفالية تشبه الكريسمس والتجارة والإعلانات نحن فرصتنا في هذا البرنامج أن ينتبه إلينا المشاهد العربي الآن في جو في كمية المسلسلات الموجودة أعتقد أنها محدودة جدا لأننا حولنا رمضان من قيم روحية إلى حالة تجارية أعتقد قد وافقك على أن استقلال الدين في مناسبة كهذه استقلاله سياسيا وتقديمه بالشكل الذي يحاول أن ينمط تنمية استهلاكي بغيظ شيء سيء ولكن أيضا أعتقد أن من حق المسلمين أن يكونوا أو أن يستمتعوا بهذا الشهر الفضيل وأن أيضا يحتفلوا به احتفال جيد وأن يكون لديهم كمية من الترفيه أنا أعتقد أن لدينا أزمة هوية ولا نريد لا لسنا قادرين على إنتاج رمضان روحاني كما نتصوره في مخيلتنا عن القيم والعبادة إلى آخره أو نحوله إلى حالة من الكريسماس لأننا لا نعرف مين بالزم في النهاية هذا ليس مظهر رمضاني فقط ولكنه مظهر منتشر في كل الحالات الاجتماعية والسياسية العالم العربي اليوم يعاني من أزمة حضارية وأزمة هوية في المقام الأول تتجلى في مسألة بزنسة رمضان أو تحويله إلى بزنس تجاري أنا عندي ضيف دكتور غسان العطية أكاديمي ودبلوماسي عراقي ربما يقترب من وجهة نظري في هذا الأمر أيضا أنا لدي ضيف الذي هو صباح المختار رئيس جميع المحامين العرب والذي قد يوافقني على أن ما تحدثنا عنه من هذا التنميط الاستهلاكي أو من استغلال رمضان للمتاجرة بالدين شيء طبيعي جدا لأن أيضا كل حياتنا السياسية وحياتنا العامة فيها نوع من المتاجرة بأشياء كثيرة وفيها نوع من السعي والتكالب على الحصول على السلطة في أمور كثيرة وأسهل الأمور للحصول على السلطة هو الدين طيب ماذا تبقى من الدين إذا ما أنزلناه من قدسيته وحوالناه إلى نوع من التجارة الدنيوية الدين في ذاته ما أرى أن التطرف ما نراه من التطرف وغلوف الدين ليس ملمح من ملامح زيادة التدين في المجتمع بل هو ملمح من ملامح تفكك الدين في المجتمع أنا أتفق معك أنه فيه هناك الكثير من تجاوزات لكن أيضا لما نرى الغرب نرى أنه في وقت الكريسماس مثلا لعيادة الميلاد تصبح هناك الكثير من جمع التبرعات للعمليات الخيرية هناك أيضا قنوات دينية مسيحية منتشرة في كل مكان حسب العالم العربي فقط 34 قناة تقريبا تقريبا إذا اللقم صحيح 34 قناة مسيحية أيضا ناهيك عن القنوات الإسلامية أيضا قنوات الإسلامية كثيرة جدا من حق أي شخص أن يستغل الفرصة المناسبة للحصول على السلطة طبعا إذا سمحت له القوانين قوانين العربية تسمح لهم باستغلال النقطة الأولى هو أن أولا التشاريتيز هنا في الغرب أو جمع الأموال أمر منظم والتحويلات البنكية إلى آخر كل شيء منظم وبالتالي لا تذهب هذه الأموال إلى التطرف وإلى القتل وإلى العنف هذا الشيء الشيء الثاني أن لدينا هنا الفكرة الفارق بين العالم العربي والغرب هو الدولة والقانون نحن نتحدث عن عالم دول قديمة منظمة في النهاية تحكم المواطنين والمواطن أصلا جزء من هذه الدولة المواطن لا يسعى إلى تخريب هذه الدولة لدينا في العالم العربي ما هو مردود القنوات الدينية ما هي مردود القنوات الدينية على التدين وعلى الروحانيات المحتمل أولا لنرى جميع المشايخ والذين أو نسميهم رجال الدين الذين استغلوا أنا عندي مشكلة في فكرة رجال الدين بس كم الذين استغلوا استغلوا الوقت الفضائي المسموح لهم ليترويج أنفسهم سياسيا استغلوا عن طريق القنوات التي هي تابعة للأنظمة أو تابعة لأشخاص محسوبين على الأنظمة فلماذا ينامون هم وجدوا فرصة واستغلوا خلينا نذهب إلى فاصل الآن وبعدها نكمل في هذا الموضوع خاصة وهذا دقيق جدا يحل في هذا الشهر الفضيل معي في هذه الحلقة وبيننا الأستاذ صباح المختار رئيس جميع المحامين العرب الذي سوف نثير مع أيضا موضوع قانونية استغلال شهر رمضان في التبرعات وغيرها ولماذا تنشط الكثير من العمليات الجمع التبرعات فقط في شهر رمضان أكثر من غيرها لأن هذا الموضوع مثير للاستغراب أيضا كأنه فقط رمضان هو الشهر الخيري أنا معي الدكتور غسان العطية الأكاديميو الدبلوماسي العراقي وأيضا أنا امتالي كمان لا بد أن نسترسل فيه مسألة الأزمة الأزمة الحضارية وأزمة العقل العربي التي نراها اليوم واحدة من تجلياته هي ما يمكن تسميته بزنسة رمضان أو تحويله إلى حالة كارنفالية المتاجرة برمضان تجاريا والمتاجرة بالدين بشكل عام فيما يخص قضايا الجهاد والتطرف إلى آخر أنا أتفضل بأزمة كبيرة نحن نشاهد مظاهر الأزمة بس جذور الأزمة لا نزال لم تعالج بتقديري العمق التاريخي ينطلق من أن العرب بعد الحرب العالمية الأولى بدت حركة تنويرية هذه الحركة التنويرية هي التي استطاعت أن تجعل بغداد متقدمة تجعل القاهرة مدينة حوارية متقدمة المؤسف أن هذه الحركة التنويرية أجهضت وحلمح على التيار قومي عربي متمثل بأحزاب قومية وابن بانق قومي لما فشل التيار القومي عربيا حصل أنها أصبحت ردة وسميها ردة إسلامية متشددة ليست إسلام محمد روى ليست إسلام محمد عبدو ليست إسلام جمال الدين الأفغاني يعني يعتبر شهر رمضان هو المناسبة التي تظهر فيها مظاهرة يعني قوتها وسلطتها لأن رمضان فرصة باسم رمضان يدخل يقحم أفكارها المتشددة والملاحظة الأفكار ليست تأخذ لون طائفي وليس ديني لكن بصورة عامة المناسبات المناسبات هي في كل يعني أولا ليس هناك شيء غريب أنه في رمضان برامج الدينية تصير لما يأتي فصل الصيف الكل يسون دعاية للسياحة والصطياف والملابس السبح وإلى آخره حينما يأتي فصل الشتاء الناس تتحدث عنه تحول رمضان ليس وموسم الكريسمس في الغرب هو مناسبة الكنيسة تشكو من أن الكريسمس قد تحول إلى طائرة تجارية الديانة اليهودية إذا تسمع إسرائيل في الديانة اليهودية أيضا عندهم نفس الشكوى أنا ما أعتقد أن هناك شيء غريب أعتقد أنه طرح هذا الموضوع باعتبار أنه شيء استثنائي أعتقد أنه في شيء غريب الاستثنائي فيه هو يعني ما قاله الدكتور غسان في جزء منه وجزء آخر أضيفه وهو نحن في العالم العربي نتحدث كثيرا عن ما يسمى الهيمنة الحضارية الغربية الهيمنة الحضارية أنك أنت بتستنسخ النمازج الغربية يعني في النهاية استثناء الكريسمس بكل اللموزة التجاري إلى آخره يعني في النهاية تدريجيا تحول رمضان للقاهرة على سبيل المثال أو بغداد في الأربعينات إلى من الحالة الكرنغالية المحلية إلى حالة معولمة دكتور أنت تأخذ جانب واحد هو موضوع التطرف وطائفية النقطة التي قالها الدكتور غسان أنا أريد أن أتوقف عندها وهو أنه التغير الذي حدث ونعتقد هذه الأزمة هي أزمة الهوية الدكتور غسان يقول لو فهمت صحيح أن حالة الأحزاب المغلقة إذا أردنا التعبير الحالة الفاشية التي حدثت للعروبة بدلا أن العروبة كوعاء يجتمل الجميع بأقلياته وتعدداته تحول إلى حالة بعثية إلى آخره وحدثت حالة الإنغلاق التي أدت إلى التطرف الذي نراه في الحالة الدينية أنا أرى أن ما يحدث في رمضان وفي غير رمضان هو تطور طبيعي وشيء طبيعي لمجتمعات الشعور الديني جزء منها جزء قوي منها ولذلك هي تبحث عن تعبير عن شعورها الديني بمظاهر عدة ما في حتى ضد الشعور الديني حتى الآن نرى مثلا تكثيف البرامج الدعوية في رمضان هذا يكون فقط في القنوات المملوكة التي هي غير دينية لكن لدينا أكثر من 390 أو 94 قناة دينية تبث وتعمل بشكل يومي على الدعوة في الوقت نفسه أيضا نرى أن هناك الشكوى من مظاهر الإلحاد ومظاهر الحراف كأن كل هذه التعوى لم ترين لذلك لماذا يخشى كيف تكلم أي شيء له مردود القنوات الدينية إذا كان مردودها هو الزبح جزء الرقاب في بغداد وفي سوريا إذن أي قيم دينية هذه 395 محطة انتخذت فت ست سبع محطات منها لل395 اللي تبث ديالة المسيحية أو الإسلام بغض النظر إذا إسلام الشيعي أو الإسلام السني ما تحظ على هذا هناك أعمال إرهابية بدون أدنى شكل لكن هذا ما يتحلون معطات من أين تبثت هذه القنوات الدينية من نايل سات المملوك لحكومة مصرية من عرب سات المملوك للأنظمة العربية بمشتركة فيها من يوتل سات المملوك لفرنسا مضبوط أو أوروبا فبالتالي أنت الذي تسمح لهم بتقديم وجباتهم هذا اللي أبين أنه أنا ضد القمع وسياسة الإلغاء هذا خطأ لكن لازم تكون هناك قوانين وتشريعات من التشريعات أي مؤسسة لها تمثيل ديمقراطي أو شعبي بث الكراهية هذا أنصر تخريبي بث الكراهية لا يختلف عن ضرب الناس بالقنابل الكراهية تخلق مآسي أكثر فلما تجعل شهر شهر الرحيم شهر الرحيم يتحول إلى شهر بث الكراهية والفعلا ويسمى ما يسمى الآن في برامج كثيرة أثير الكراهية وإذا بك تفتح قناة باسم رمضان وإذا به كل سموم طائفية فتفتح القناة الثانية باسم رمضان كل سموم طائفية الآن سعيد أنت أشرت إلى أثير الكراهية أثير الكراهية البرنامج اللي سويته البي بي سي هناك أحد المحطات الرئيسية التي تبث من بريطانيا هنا ما ريد أذكر أسماء عنها محطة تبث من بريطانيا ولحد الآن لم يستطع من يعارضها إغلاقها بالرغم من بث الكراهية في نفس الوقت الحكومة البريطانية قامت بغلق محطات أقل كراهية لكنها تختلف معها سياسيا يا دكتور إحنا لا نريد أن نقدس الدول بشكل كامل كل الدول لديها أخطاء حقيقية حتى دولنا العربية كما تفضل للعزيز بأنه في نايلسات وأرابسات ويبس عليها سيل من الكراهية غير المنتهي لكن في نهاية المطاف لابد أن نرشد هذه الدول ونقول ترشيد هذه الدول ونقول لها بأن هناك أخطاء حقيقية أن البث الثقافي الذي يحدث الآن بث الكراهية سيحول هذه المجتمعات إلى مجتمعات تخريبية غاضبة وتنتهي فكرة الدولة تحول إلى خوائف وقبائل العملية الانتهازية التي تحدث مثلا في رمضان خاصة من قبل بعض رجال الدين بدون أسماء بدون ما أذكر أسماء أضرب مثال أحد رجال الدين استغل قناة قناة تابعة للسعودية واستغلها في الخروج في رمضان خاصة برنامج وكسب شعبية كبيرة جدا في العالم العربي بسبب هذا البرنامج البارحة ينتقد هذه القناة ويطالبها بالتوبة أحد أيضا رجال الدين ظهر على قناة في لبنان تتهم من رجال الدين بترويج العري ولما سئل لماذا تظهر في هذه القناة قال أنني أشارك ضمن هذه القناة على الأقل في بث شيء من الضوء الإيماني طيب سؤال عندي هل أن الإعلام أنت محطات التلفزة يعني ما عندها دور هي بريئة في هذا المجال كلها هو مشكلة اللي دايسون البرامج ما هو محطات التلفزة أنا لا أتهم الوجهة النظر الذي يريد أن نصلها المشكلة ليست مشكلة القناة ولا مشكلة رجل الدين المشكلة النظام الذي إلى الآن لم يفرد قوانين تمنع الحظ على العنف وتمنع الكراهية والترسية الوحدة الوطنية تصور الإسلاميين هم الذين يقفون ضد مشروع مثلا في السعودية للوحدة الوطنية من هم؟ الإسلاميون يا أستاذ عبد العزيز المشكلة الدولة نفسها مذنبة في هذا لأنه مشكلة الثقافة العربية الآن أننا نعود إلى أرضية التضرف يعني مرجعيتنا الثقافية هي مرجعيات التضرف يعني يأخذونا إلى أرضيتهم للحوار حول الهوية العربية والقيم الإسلامية يعني في النهاية ما هو الكتاب الجديد الذي كتبه في نقد ابن تيمية أو في نقد أو يعني كل هذه القضايا وهم ناس أقل تعليما مننا يعني في إنتاجهم الفكري يعني أصبحت مقدسات كتب سيئة جدا أصبحت مقدسة أصبحت عندنا سانتس أحد مدراء الشرطة في لندن هنا اعتبر قبل ثلاثة أسابيع أن من يؤيدون مقاطعة شراء البضاع من ماركسس سبنسر يدعو إلى التضرف ويجب أن يحارب هذا مدير الشرطة اسمه مارك هذا كوماندر أحد الكوماندرز من المدراء الشرطة طبعا بعدين صار حديث وقال لا ما كان يصداد مقاطعين ماركسس سبنسر مليان الناس المهمة هي الفكرة الأساسية أنك تقاطئ بضاع أو تدعو لمقاطعة البضاع يصبح نوع من التضرف لا لا أنا أريد أن أدخل من باب اللي لا ينضح بما فيه المشكلة الأنظمة العربية والدول العربية بعد فشل التيارات القومية اللي كانت تلهب بالعرب وفي تحرير فلسطين وكل هالكلام فشلها أصبح زي رقاص الساعة من كنا بهذا الاتجاه تحولنا لاتجاه الثاني وعلينا أن ندفع الثمن الشعوب ندفع الثمن أن نتعلم السؤال هل نتعلم من الأخطاء؟ لم نتعلم أنا أعتقد لا السؤال الآخر لماذا؟ لماذا هل نتعلم؟ أدت أسباب أولاً الخراب اللي حصل في أي مجتمع آخر اللي حصل في اللي تقدم بالهند لا أريد أن أجيب أوروبا هو لما تكون عندك طبقة وسطة وقيادات مستنيرة أي بلد يتطور بقياداته بنخبه لا يتقدم بجماهير الفلاحين والعمال القيادات والنخب اللي ظهرت في الهند هي بزعامة نهره و بزعامة غاندي هي اللي يتطور فيه فارق العالم العربي دكتور غسان وهو أن في العالم العربي النخب الثقافية أولاً ليست هناك ليست هناك جامعة محترمة في العالم العربي يصدر منها كتاباً محكماً يعني في نهاية المطاف كل ما ينشر على قارعة الطريق يعتبر كتاب الكتاب في الغرب له قوانين في تحكيمه ونشبه و بإضافة هو الإضافة لإلو أن تجد أن الإبداع الفكري العربي هو إبداع مهاجر أحسن الروايات كتبت خارج آخر رواية تطلع عليها بالألماني اسمها رفيق رفيق شامي السوري بالألماني وترجمت للإنجليزية لا ترى العربي ترجم العربي قليلاً كثير من العربي أنا أشك يسمح لهم والذين كتبوا أريكون وغير كتبوا في الإسلام سعيد في أمريكا الفكر العربي المنتج مهاجر لا يسمح لنا في بلادنا أن نعيش وبالتالي لمن تحرم أي بلد من نخبة الفكرية خلصونا من الفكر خلينا في شيء أيضاً مهم جداً على الساحة وهو جمع التبرعات في رمضان جمع التبرعات في رمضان قضية خطيرة جداً وتمويل الإرهاب يتم عبرها بشكل واضح تعرف أكبر مشكلة الموجودة هي محاولة تقييد جمع التبرعات يعني يعني مشكلة بدل من نتحقق فيها نعم لأنه حينما تغلق الأبواب يعني نحن مجموعة من الرجال القانون ذهرنا إلى الحكومة البريطانية هنا وأيضاً تحدثنا مع الدول العربية يا أخي حينما تتخذ قرارات بغلق المنافذ التي تسمح للناس بإعطاء الصدقات مثلاً لأنه هذه تشجع إرهاب وهذه من عرف وين تذهب الذي يحصل أن الناس تبدأ تعطي هل في مشكلة بسفة دقائمني هل في مشكلة في تقنين الزكاة في إطار بيت المال في إطار لا لا رجوع رجوع أنظم جمعيات رسمية لا 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 أنا بتهيالي وجود الجمعيات الجمعيات الخرية واحدة من علامات فشل الدولة أحيانا يعني في النهاية إذا هناك أعمال يجب على الدولة أن تقوم بها ولجأ إليها الأفراد لحل هذه المشكلة هذه ملمح من ملامح قصور الدولة أنا لا أخليك شوي على كيفك هديو لا لا والله لا أهدي معا لأنه شوف أخير واحدة من الملامح الفشل الدولة هي وجود هذه الجمعيات موضوع مساعدة الآخرين هو شعور إنساني موجود في كل الحضارات وفي كل الدول وفي كل الديانات هذا لا يعني أن الدولة عليها أن تقوم بكل شيء لكن اليوم أنت عندك لما عندك 200 جمعية التي تجمع تبرعات للأيتام ولا لأي شيء لأي ثم تقوم بغلقها كم جمعية متهمة بالإرهاب الآن حتى في بريطانيا يجب أن تنظر بقانون هنا في بريطانيا كي تتبرع لازم نكون شاريتي لازم نكون قانون حينما تصلي الجمعة هنا في مسجد في لندن قبل ما تبدأ في الصلاة ما يمرون عليك بإناء نجمع التبرعات هذا شغل القبائل وشغل الطوائف القانون ينظم التبرع تتبرع بشيء مكتوب أعرف الإمام الذي قتل في لندن حقينا قت يل بسبب لا 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 استخدام الكاش في بريطانيا شيء منبوث إلى حد كبير لنكتب مثلا شيء بالتبرع بعرف أن الذي تبرحه فلان فلاني وعنوانه وكذا واستطيع أن نستجوبه في هذه الأموال ومدى وصولها بدل من غسيل الأموال والإرهاب أنا كل اللي داقص أنا منتجنة حدد قانوني ومتسامح معه بالعكس لا بالعكس هنا أولا حينما تبدأ بتطبيق القانون بهذه الدرجة وبهذه الشمولية تصور عندنا ثلاث أربع منظمات بريطانية معترف بها ومسجلة وتدافع عنها الحكومة البريطانية ومع ذلك دخلت على قائمة الإرهاب في دول عربية بالإمارات ومصر وإلى آخره طيب كيف تعانيز هذا الموضوع ربما تكون ولكن تماما في الإمارات وفي مصر وغيره يعني في النهاية شوف يعني أنا مريدة لنقل من كل الجمعيات وحط عليها لنقل أن لأن لديها دل لنقل دل يا حيح ياسي لنقل هناك إرداء سياسي بين مثلا الحكم في مصر والأخو المسلم نسمى الجمعية لو مش عايز سميها لكن في النهاية إزامة جمعية التزمت بالقانون البريطاني هنا ولكنها مارست القتل والأخوة في مصر أمن حق القانون المحلي في بريطانيا أو في مصر أو في الإمارات تذكر تذكر المنظمة التي منعت هنا وتم التحقيق فيها لأنها تدعم بأموالها حماس ولن حماس والمنتدى الإسلامي بزبط نسمي يعني هم يعرفون والعالم تعرف بل العربي في أمريكا بل العربي حسابات أشخاص وقفت هنا جمدت بسبب علاقتهم بالإرهاب وأيضا علاقتهم بالجمعيات المتطرفة والمهم قانون هذا لا يتم بإجراء عفوي أو اختصابا قانون قانون الغرب يتمتع بكلمة قانون تقول لي الدولة هي القانون يعني استغلال القانون بشكل سيء أتفق معاك لكن لابد أن تنظم أي حملية أي عملية اجتماعية لازم أن تنظم حتى العملية الاجتماعية في رمضان رمضان يجب أن تنظم لابد من تقنينها ولابد من كده أعطيك مثلا حتى لكن أيضا لابد من إتاحة الفرصة للمسلمين في التعبير عن دون شاء خلينا ألخص نقطة لو سمحتني يعني في نهاية المطافة أنا من أنصار أن الإرهاب يبدأ في الرأس وأن الفكر والثقافة أساسية وأن التمويل هو جانب إجرائي خص ذلك الممارسات القانونية أو محاولة قبول هؤلاء الناس في إطار قانوني أوسع هو يسبب لنا مشكلة حقيقية ونعتقد لابد أن نعترف في العالم العربي لدينا أزمة حضارية أزمة ثقافة وأزمة دولة وأزمة قانون وتتجلى في رمضان لأن المتاجرة بالدين تزيد تحول شو رأيك؟ أيضا في رمضان يبرز التيار الآخر الذي يكشف الإرهاب والذي يقف ضد الإرهاب حتى في القنوات الفضائية وحتى أيضا في العمل الخيري لاحظنا نمو نمو العمل الخيري غير مسيس غير التابع للتيارات الإسلامية المتكسمة الكلمة الإستعمالية هذا جيد هو التسييس التسييس تسييس الدين جاء بنا مشاكل الدنيا تسييس الطائفية سوى مشاكل كونش يكون سني أباضي لكن باللحظة لتسييسها أنت تخلق مشكلة يعني مثلا سؤال هل أن أعطاء التبرعات إلى سنعيش في مستمقع التطرف طالما نحن يعني قاعدين من التناقش على عرضية التبرعات هل أن أعطاء التبرعات إلى اللاجئين سوى كان في سوريا ولا في العراق ولا في غزة هذا التسييس أولا والشيء الثاني كيف تختار واحد مختلف عموما نحن توقتنا تشكرا لكم يعني الآخر مختلف في العراق في شويا سوف